السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام في اليوم المائتان واثنان وثمانون من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد مجزرة جديدة استهدفت مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في مخيم النصيرات وسط القطاع ومثل الأطفال والنساء أكثر من سبعين بالمئة من ضحايا المجزرة حيث تناثرت أشلاء الشهداء وجثامينهم في أنحاء المكان وارتقى في المجزرة خمسة عشر شهيدا بينما جرح ثمانين شخصا آخرين بحسب ما أعلنه المكتب الأعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي أشار إلى أن هذه المجزرة جاءت بعد تركيز الاحتلال على ارتكاب مجازر في المناطق التي تأوي آلاف النازحين مشاهدي الكرام نناقش في حلقتنا لهذا اليوم استمرار تصعيد مستوى الإجرام من قبل الاحتلال الصهيوني لإخضاع الشعب الفلسطيني مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد العزكي نقيب الأكاديميين اليمنيين أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم دكتور حرب الإبادة الجماعية بغزة ما زالت تتواصل لليوم المائتين وثلاثة وثمانين نتحدث عن محاولة نتنياهو لإخضاع الشعب الفلسطيني وذلك بارتكابه المزيد من الجرائم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة المتأمل في حكومة نتنياهو البربرية التي شنت حرب شعواء على إخواننا الشعب الفلسطيني يدرك حقيقة واحدة وهي أن نتنياهو يمضي في غيه غير مبالن بالمجتمع الدولي يعني وضغوطاته وغير مبالن حتى يعني الحليف الاستراتيجي له ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية فهو يرمي بكل التوصيات وبكل المقترحات بل يرمي بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عرض الحائط ويدرك أنه يعني بقيامه بارتكاب جرائم مروعة ضد الشعب الفلسطيني سيحقق هدفه ويعيد الاعتبار الذي يظن أن إسرائيل قد مسحت يعني مسح بها الأرض في يوم 7 أكتوبر ولذلك يأتي هذا التواصل لهذه المجازر في هذا الإطار وفي هذا السياق عله أن يكسب نصرا استراتيجيا كما يقول أو كما يزعم لكن في الحقيقة إنما هو يوصل رسالة للعالم أن هذه الحكومة وأن هذا الشعب الإسرائيلي شعب بربري فاقت بربريته كل الخيال وكل التوقعات دكتور بحديثك عن المفاوضات بالتزامن مع المفاوضات يستمر الاحتلال الصهيوني بارتكاب المجزيد من المجازر البشعة بحق المدنيين في قطاع غزة كيف تفسر هذه الاستراتيجية لدى ننتنياهو؟ الاستراتيجية التي ذكرها ننتنياهو من بداية الحرب قال نحن لن نقضع خيط المفاوضات وفي نفس الوقت لن نترك الحرب لأننا نريد شيئين أولا القضاء على حماس كما يزعم ثم تخليص المختطفين من سجون كتائب القسام لا حقق الهدف الأول وبإذن الله لن يحقق الهدف الثاني وبالتالي هو لا يعني يفاوض في المسار السياسي ويحاول أن يفاوض بالرؤية التي يراها قد يجامل قد يراوغ المفاوضين قد يبدي في البداية أنه يتنازل لكن في الأخير يعني من بداية الحرب إلى الآن ندرك أن ننتنياهو إنما هو يجعل من هذه المفاوضات وسيلة فقط للضغط وليست وسيلة للحل لكن المتأمل للواقع دكتور ألا ترى أن استمراره في الحرب يقوض مسار المفاوضات؟ هذا أصبح المسار وأصبحت هذه الرؤية لا تخفى على كل عاقل وأصبح ننتنياهو عبارة عن مجرم حرب بكل ما تعنيه الكلمة يعني فاقت بربريته كل التوقعات البربرية هذه التي أنتجت الوعي الجمعي العالمي اليوم يعني بفضل نستطيع نقول بفضل همجيته وبفضل تصرفاته البشعة التي يقوم بها مع جنرالاته المجرمين يعني أصبح اليوم المجتمع الدولي يتعاضف أكثر مع القضية الفلسطينية ويتعاضف أكثر عندما يرى هذه الدماء المهولة تنزف يوما بعد يوم وخاصة مع المدنيين لننظر يا أختي عبير مثلا القتلى الذي يقوم الجيش الإسرائيلي بقتلهم 95 إلى 98 كلهم مدنيين كلهم أطفال ونساء كبار في السن أصحاب إعلام أصحاب منظمات ويمعيات أممية حتى أن الرياضيين أيضا لم يسلموا منهم بينما كتائب القسام دائما تستهدف العسكريين أهداف عسكرية تستهدف أهداف عسكرية وجنود عسكريين دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية وهذا حق مشروع تكفله كل القوانين والتساتير الدولي نعم إذن دكتور كيف برأيك يسعى الاحتلال بالضغط على المقاومة وذلك من خلال تكثيفه للقصف واستهدافه للمدنيين في المناطق الأمنة الاحتلال لو لا تراخي المجتمع الدولي ويعني استغلت حكومة نتنياهو الوضع العالمي الذي يعيش العالم اليوم برمته وحاول أن يضغط بشتى الوسائل إضافة إلى للأسف الشديد سكوت المجتمع العربي أو الدول العربية والإسلامية بشكل خاص استمر في غيه ولو أنه وجد رادع ووجد موقف شجاع وموقف يسبقه في هذه المجازل التي يقوم بها لما تجرى على فعل هذه الأشياء إضافة إلى أنه يدرك أن أي حل سياسي أو حل تفاوضي إنما هو عبارة عن أنه يلف المشنقة على عنقه اليوم نتنياهو أصبح مجرم حرب ليس فقط في العالم بل عند الشعب الإسرائيلي اليوم لو حصلت أي اتفاق أو أي تفاوض ونجحت أي معاملات في قضية التفاوض أو قضية الأسراء المتضرر الأول هو نتنياهو لأنه سيحال إلى المحكمة بل أن كثير من الجنرالات والمحللين السياسيين الإسرائيلي يقولون ذلك قبل أن نقول نحن ذلك وبالتالي هو دائما يفجر الوضع لأنه لن يستطيع أن ينجو بنفسه إلا إذا فتح جبهات إذا أمعن في القتل وأوغل في التشريد وأوغل في جرائمه لكنها ستكون نهايته بإذن الله إذن اسمح لي دكتور محمد أن نشرك معنا أيضا في النقاش الدكتور هاني البسوس أكاديمي ومحلل سياسي فلسطيني أهلا وسهلا بك دكتور هاني دكتور برأيك كيف تمثل مجزرة المواصي وتكرار استهداف الاحتلال لمدارس الأولور واستمرارا لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ما حدث في المواصي وفي بعض المناطق التي تدعي إسرائيل بأنها آمنة هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني حيث أن قوات الاحتلال قامت باستهداف الآمنين المواطنين الذين لجأوا إلى تلك الخيام وإلى تلك الأماكن التي ادعت قوات الاحتلال بأنها مناطق للنزوح والتي هي آمنة كما ادعت ولكن الحقيقة أن قوات الاحتلال قامت باستعمال قنابل كبيرة الحجم كثيفة الانفجار أدت إلى استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين وإلى إصابة المئات وفي ذلك أولا هي محاولة لأن تجسد قوات الاحتلال ما تقوم به منذ تسعة أشهر وهو إبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني وثانيا واضح جدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال هي رسالة للمفاوض الفلسطيني بأن الاحتلال لا يأبه لا بالمفاوضات ولا يأبه باستعادة المحتجزين وإنما يريد أن يقوم بمزيد من القتل والاغتيال وتدمير ما تبقى في قطاع غزة من مساكن أيضا واضح جدا أنه من خلال هذه العملية التي قامت بها طائرة الاحتلال بأن هناك انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقتل بالجملة وهذا ما يخلف عليه القانون الدولي وما لا ترضى به الأمم ولا الدول ولا المنظمات الدولية لكن الحقيقة أن هناك سياسة الكيل بميكيالين من قبل الولايات المتحدة حتى أن الأمم المتحدة عاجزا على إتخاذ أي خطوة من أجل وقف هذا العدوان على قطاع الزا لذلك كما يبدو لي أن قوات الاحتلال تمعن في قصفها وقتلها للمواطنين والمسألة لم تعد فقط في منطقة المواصف خان يونس بل تمتد بنفس الوقت اللي كان هناك عمل صهيوني غاشم في منطقة المواصف خان يونس كان هناك عملية قصف لأحد المساجد في مخيم الشاطئ مما أدى إلى استشهاد 17 فلسطيني إضافة إلى إصابة العشرات هذا يعني أن العمل متواصل من قبل قوات الاحتلال باستهداف الكل الفلسطيني من شمال غزة إلى جنوبهم وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا يؤدي إلى وقف المفاوضات فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التهدئة وينذر بأن الاحتلال ليس لديه أي جدية بالوصول إلى اتفاق مع المقامة الفلسطينية بل أن الأهداف الحقيقية لوضاح الاحتلال هي كسب مزيد من الوقت لقتل أكبر عدد من الناس ودفع المواطن الفلسطيني بالنزوح من شمال غزة إلى جنوبهم ومن ثم إمكانية دفع الناس بالهجرة من قطاع غزة هذه الحقيقة الدامغة الموجودة حاليا أن الاحتلال يقوم بقتل الناس بالجملة ودفعهم بالهجرة من قطاع غزة وذلك من خلال العمليات النزوحة القصرية وفي ذلك كما قلت سابقا مخالفة قانونية واضحة ولكن الإشكالية الأساسية هي أن العوامل الإقليمية والعوامل الدولية والفواعل الموجودة حاليا من دول عظمى ودول متنفذة لم تعد تأبه كثيرا بالحالة الفلسطينية وكأنه ما يحدث في غزة ولا يؤثر لا على الحالة القانونية ولا على الحالة الاجتماعية ولا النفسية وكأن المواطن الفلسطيني لا شيء هذه حقيقة للأسف موجودة وبالتالي هذا الصمت الدولي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لأن يقوم بالمزيد من عمليات القتل الجماعي وعمليات الإبادة الجماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة نعم إذن برأيك أيضا كيف تؤكد مجدرة استهداف مدارس الأولور وأكذوبة المناطق الآمنة المجازر التي تقوم بها قوة الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة تؤكد أكاذيب الاحتلال وأنه لا مكان آمن هناك عمليات نزوح متواصلة من مدينة إلى مدينة من مخيم إلى مخيم طلبت قوة الاحتلال من المواطنين في غزة في شمال غزة بالنزوح نحو الوسط ومن ثم دفعتهم بالنزوح نحو الجنوب قامت لاحقا بالطلب من المواطنين الذين نزحوا في مدينة رفح بالنزوح إلى خانيونس وهكذا إذن هناك عائلات نزحت في قطاع غزة خمس أو ست أو سبع مرات وهذه العملية لم تتوقف وبالتالي يعتقد أنه تقوم قوة الاحتلال بالضغط النفسي على المواطن الفلسطيني من أجل استبعاده بالكامل من قطاع غزة تقوم بتجويع المواطنين بمعنى أنه المجازر في قطاع غزة لم تتوقف على القصف والعدوان المتواصل من خلال سلاح الجو والذبابات والقذائف الاحتلال لا هناك أيضا بالتوازع عملية تجويع ممنهجة خاصة لسكان شمال قطاع غزة لدفعهم بنزوح إلى جنوب قطاع غزة بقبل أيام بسيطة يعني قوات الاحتلال قامت بإلقاء بعض المنشورات على سكان مدينة غزة وشمالها بمطالبتهم بالنزوح نحو الجنوب وما حدث في المواصل يؤكد أنه لا توجد مناطق آمنة لأنه المواصل في جنوب قطاع غزة وهذا المنطقة التي تدعى قوات الاحتلال إنها آمنة قامت بقصف الناس في الخيام وأدى إلى استشهاد الملاقل عن مئات شهيد بالإضافة إلى مئات المصابين وتدمير كبير في المكان وبالتالي لا يوجد مكان آمن للمواطن الفلسطيني لأن ينزح إليه وهذا كل مخالف لكل القيمة الدولية والقانونية قوات الاحتلال تمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة الأمم المتحدة لم تفعل شيء حتى أن وكالة الغوث وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي كانت تقوم بإمداد الناس بالمعونات الأساسية سابقاً مقبل هذا العدوان وكانت تقدم المساعدات العينية للمواطنين لحوالي 70% من سكان قطاع غزة لم تعد تعمل مدارس الأكالة هذه المدارس حالياً أصبحت مأوى للنازحين وهذه المدارس نفسها لم تعد آمنة لم تعد آمنة مع أن هناك تواصل من قبل الأمم المتحدة بهيئة الغوث وتشغيل اللاجئين مع قوة الاحتلال من أجل أعطاهم إحداثيات بوجود النازحين في مدارس وكالة الغوث حتى لا يتم استهدافهم ومع ذلك يتم الاستهداف لذلك نحن أمام حالة معقدة من المشهد الدولي الصامت من الحالة القمعية التي تقوم بها قوة الاحتلال من حرب الإبادة الوحشية الغير مسبوقة على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية في قطاع غزة وهذا كله ما زال متواصل وأن ما تدعيه إسرائيل أيضا كذب وهذا الكذب مستمر على العالم على الولايات المتحدة على الأمم المتحدة ولتقول قوات الاحتلال أنها تستهدف شخصيات بعينها لكن الحقيقة ما نشهده أن هناك يوميا عشرات من الشهداء من الأطفال والنساء الدكتور هاني البسوس شكرا جزيلا لك إذن دكتور محمد كما نعلم تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مدارس الأنروا والمناطق التي وصفتها مسبقا في وقت سابق بأنها مناطق آمنة رغم التنديدات والمطالبات الدولية لوقف استهداف المدنيين داخل القطاع استراتيجية الحرب التي قامت بها حكومة نتنياهو كان من أهم استراتيجيتها إبعاد العمل الإغاثي والإنساني عن قضاع غزة لماذا برأيك؟ لأنه يعتبر ساند للشعب الفلسطيني الذي هو يعتبر الحاضنة الفعلية للمقاومة الفلسطينية فكان نتنياهو من خلال هذا الإجراء لاستهداف منظمة الأنروا والعاملين فيها أو المنظمات الأخرى يريد أن يوصل رسالة لهؤلاء مفادها أنه لا مكان لكم يريد أن يستفرد بالشعب الفلسطيني ويعني يستكثر عليه حتى كما يقال رغيف الخبز أو قنينة الماء أو الدواء يريد أن يجعل من قضاع غزة عبارة عن سجن كبير من أجل أن يفر الناس ويخرج الناس منه لكن في الحقيقة ضرب الشعب الفلسطيني أروع يعني أمثلة الصمود والثبات مهما عمل نتنياهو ومهما عملت آلته الحربية يعني للنيل من أن يخرج هذا الشعب العظيم من أرضه وبلده فلن يستطيعوا وبالتالي هو صرح أن الأنروا يعني هو غير مرغوب بها يعني وحاول في المجتمعات والمحافلة الدولية أن يثبت بعض الاتهامات عن الأنروا باعتبار أن كثير من الموظفين في الأنروا يدعمون المقاومة ويقاتلون مع فصائل المقاومة والهدف من ذلك كله كما قلنا أن يلصق تهمة تكون مبرر لإخراج هذه المنظمات عن عملها وعن دورها الإنساني في قطاعها نعم أيضا مؤخرا قام باستصدار قانون إسرائيلي بتصنيف منظمة الأنروا منظمة إرهابية هذا أيضا من خلال أهدافه للقضاء على الأنروا وهي كما نعلم المنظمة الإنسانية الوحيدة التي تقوم بخدمات للنازحين داخل قطاع غزة إذن في ظل دكتور استهداف الاحتلال للمناطق الآمنة كما تحدثنا كيف يمكن التعامل مع هذا التشريد الجديد إن لم يكن هناك مكان آمن في غزة فإلى أين سيذهب هؤلاء الفلسطينيين والمدنيين؟ الشعب الفلسطيني أخذ على عاتقه أنه سيقاون وأن الأرض الفلسطينية في قطاع غزة هي أرضه وأنهم أصحاب الكلمة الأولى مهما عملت آلة الحرب الصهيونية فيهم لكن العتب والأسف على المجتمع الدولي المجتمع الدولي اليوم الذي يرى الأطفال والنساء يبادون بشكل همجي يعني يندى له اليبين يسكتون عن ذلك وهذه ستكون لعنة في التاريخ لهذا النظام الدولي الذي يتغنى بحقوق الإنسان ويتغنى بحقوق الطفل وبحقوق المرأة لكننا نراهم أفكموا وعموا ولم يروا هذه الأشياء التي تحدث في قطاع غزة لكن في الأخير سينتصر أصحاب الحق لأنهم هم المنصورون بإذن الله تبارك وتعالى وقطاع غزة أصبح فعلا اليوم منطقة حرب بالنسبة للمدنيين وهم قد رأيناهم في شاشات التلفزة ورأيناهم في التقارير الأخبارية حددوا مصيرهم تخيلي الأم التي يعني تفقد أربعة من الأطفال تقول أرضيناك يا رب أعضيناك يا رب يعني هذه النفسية بالله عليك هل سيصلون معهم إلى حل إلى أن يخرجوا من بلادهم لن يستطيعوا أبدا لأن هؤلاء قد حملوا على عاتقهم القضية الفلسطينية حملوا على عاتقهم شرف الأمة وكرمة الأمة الذي تخلت عنها للأسف الشديد حتى أنهم أيضا دكتور كما شاهدنا عبر شاشة التلفزيون يخرجون من تحت الأنقاض ويقولون باقون هنا يعني لن يخرجوا مهما فعلوا الاحتلال ومهما مارسوا من أبشع الجرائم بالحديث دكتور عن الصمت الدولي الرسمي تجاه مجازر الاحتلال برأيك كيف يمثل هذا الصمت المعيب من المجتمع الدولي الرسمي كما نحلم واستمرار أيضا إرسال السلاح للكيان الصهيوني كيف يمثل تواطئ مع الاحتلال في ارتكابه لهذه المجازر الصمت الدولي هو من بداية الأحداث هو عبارة عن رافض للحكومة الإسرائيلية للاستمرار في غيها وفي مجازرها البشعة وهذا لو لا هذا الصمت لما استمر الاحتلال الصهيوني يعني يمارس أبشع الجرائم في حق إخواننا الفلسطينيين في غزة لكن في الحقيقة هذا الصمت بقدر ما أنه هناك صمت للعالم الدولي والمجتمع الدولي أيضا هناك أصوات هناك أصوات تتضامن مع الشعب الفلسطيني هناك دول وهناك حكومات تقول لنتنياهو لا عملك هذا خاطئ وأفضل مثال ما رأيناه من نزلندا تقريبا عندما اعترفت الدولة الفلسطينية وأن الحق للفلسطينيين أن يقيموا دولتهم وأن يبقوا في أرضهم وترابهم يعني كلما زاد الضغط من قبل نتنياهو وزادت الجرائم كلما صحى الوعي الجمعي للمجتمع الدولي وفي الأخير الله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون اليوم ما يحدث في غزة هو حجة لكل مسلم حجة لكل عربي حجة لكل حر وشريف في العالم أن يتضامن وأن يقف معهم إما بالصوت أو بالكلمة أو حتى بالتأييد بالسلاح لماذا أمريكا اليوم تؤيد وتدعم إسرائيل بالسلاح لماذا لا يكون هناك كيان موازن ويدعم إخواننا المجاهدين في غزة بالسلاح لعل الأيام القادمة إن استمر نتنياهو في غيه ونحن نأمل في ذلك لكن الشعب الفلسطيني كما نرى قد يأس من الصمت وقد يحمل على عاتق أنه هو الذي سينتصر وهو الذي سيتسطى لكن بإذن الله نحن نأمل أنه لا زال هناك ضمير إنساني قد يحرك المياه الراكدة التي من خلالها يستطيع نتنياهو أو يحاول أن يستمر في غيه إلى ما لنهايه عميداً اسمح لي دكتور محمد أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم ابقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام من جديد ما زلنا معكم في هذه الحلقة والتي نناقش فيها استمرار تصعيد مستوى إجرام الاحتلال وذلك لإخضاع الشعب الفلسطيني وضيفنا الدكتور محمد العزكي نقيب الأكاديميين اليمنيين دكتور مازال الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وقتله للآلاف منهم بمجزرة الأمس مجزرة المواصي استشهد أبو العراج حرس المرمى ويأتي ذلك في إطار الاستهداف الإسرائيلي المباشر للحركة الرياضية الفلسطينية سواء كما نعلم بالاغتيال أو اعتقال الرياضيين الفلسطينيين أو تقييد حركتهم أو حتى تدمير البناء التحتية الرياضية وغيرها من الممارسات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية لو نتحدث عن هذا الأمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي شنت على قضاء غزة الهدف منها القضاء على كل مقومات الحياة كل مقومات الدولة فنلاحظ مثلا أن الاحتلال يستهدف الصحفيين يستهدف الإعلاميين يستهدف عمال الغاثة يستهدف الرياضيين كل هؤلاء هم يشكلون في مجملهم الحياة وبالتالي نتنياهو هو يريد أن يوصل رسالة أنه لا حياة لمن يجلس في غزة لا حياة لمن يبقى في غزة استهدفوا أيضا المستشفيات استهدفوا مدارس النروة والنازحين الإيواء والنازحين بل أنهم يا أخت عبير يستهدفون الناقلات التي تدخل الإغاثة ويعبثون بها يعني يأخذون السكر يأخذون الرز يأخذون الزيت ويصبونه وينثرونه في الطريق يعني ماذا تتوكعين من عقول من بشر هذا سلوكهم وهذه تصرفاتهم لكن كلما أوغلوا في الظل وأوغلوا في الإجرام كلما قربت نهايتهم بإذن الله يعني الإنسان إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإخواننا في فلسطين هم الدرع الحصين أمام هذه الهمجيات البربرية يعني تخيل مائتين كم مائتين وواحد وثمانين يوم أو ثلاثة وثمانين يوم أو ثلاثة وثمانين يوم وهم صابرون وصامدون وثابتون أمام هذه التصرفات الوحشية التي تفوق الخيال في الحقيقة ما يحصل في فلسطين اليوم أنا أعتبر شخصياً أنه سنة قدرية كونية من الله تبارك وتعالى يعني تصورات البشر تحليلات البشر تقديرات البشر لا نستطيع يعني أن نفسر هذا الصمود العجيب إلا أنه تأييد من الله تبارك وتعالى الشع العالم كامل تخلى عنهم بينما في المقابل معظم الدول تدعم هذا العدوان الإجرامي ومع هذا لا زال هؤلاء الأبطال ثابتون كما ذكرتي يخرجون من تحت الأنقاض ويقولون هذه أرضنا لن نتخلى عنها بإذن الله بهذه النفسية لن يستطيع نتنياهو ولا غيره وفي الحقيقة الحرب ليست حرب إسرائيل يعني مع قطاع غزة أو مع فلسطين الحرب هي مع قوى الاستكبار العالمي التي تقودها أمريكا وإسرائيل إنما هي أداة من أدوات هذا الإجرام البشع الغربي نعم إذن أمد عن إزواجية المعايير دكتور لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم كما نعلم أنها حرمت روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية وفي غيرها من الألعاب بسبب عضوانها على أوكرانيا لكننا نرى هناك الصمت الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه ما يمارسه الاحتلال الصهيوني ودولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني اليوم إسرائيل هي الفتاة المدللة للمجتمع الدولي وبالتالي لا قرارات عليها قرارات المجتمع الدولي إنما تنطبق على من يريدون أن يطبقوا تلك القرارات عليه أما بالنسبة لإسرائيل فمعها أمريكا أمريكا أولا الأصل يعني عندما يستهدف العراج الرياضي في الاتحاد كرة القدم الفلسطيني الأصل أن يتم التعامل مع المنتخب الرياضي الإسرائيلي كما تم التعامل مع المنتخب الروسي لكن هنا تظهر الإسدواجية في أبهى صورها وأن المجتمع الدولي لا زال يعطي الضوء الأخضر لهذا العدوان وهذه الهمجية أن تستمر للأسف الشديد صحيح وهذه إسدواجية واضحة لكن هي في نفس الوقت تثبت حاجة الناس إلى تصحيح المنظومة الدولية والقوانين الدولية صحيح ومن هنا عندما أشار الرئيس التركي أنه لابد من تصحيح المنظومة التولية لابد من إيجاد الدول الأخرى غير الدول الفيتو هذا الذي تتلاعب وتبتل الدول الأخرى سياسيا واقتصاديا وغيرها فتصحيح المنظومة هو الطريق الوحيد في عدم وجود هذه الإسدواجية التي ذكرت صحيح أيضا ماذا عن مطالبة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمعاقبة الفرق الإسرائيلية هل برأيك هذه المطالبة ستجد من يسمعها؟ المطالبة هي جاءت في إطارها الصحيح وفي سياقها الصحيح فعلا الأصل أن الحكومة الفلسطينية والحكومات العربية أيضا الأصل أن تنضم وكثير من حكومات العالم أن تنضم إلى مطلب الحكومة الفلسطينية بتصنيف أو إخراج المنتخب الإسرائيلي من تصفيات كرة القدم الدولية والعالمية كي يكون درسا ورسالة ولو قصيرة ولو بالحد الأدنى لهذا الكيان أنه يرتدع أو ينزير إذن الدكتور الناظر إلى القانون الدولي وصمته أو صمت الدول الرعية للقانون الدولي أمام ما يمارسه لإحتلال الصهيوني برأيك أين تكمن المشكلة؟ هل في القانون الدولي نفسه أم في تفسير بعض الدول له وإدارتها لتطبيقه؟ في الشيئين؟ في القانون نفسه لأن القانون في الظاهر يحمل المستقية لكن كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل تفاصيل القانون كل دولة تفسر على ما تريد والدولة التي تمتلك حق الفيتو هي يحق لها حتى أن تعرض القانون ولو كان موافقا للمواثق الدولية وبالتالي المشكلة هي في الشيئين إصلاح المنظومة الدولية وأيضا تعديل بعض القوانين التي تستغلها الدول الكبرى بابتجاج الدول الضعيفة التي لا تملك قوة ولا سلطة لكن النظر إلى ذلك دكتور هناك محكمة الجناية الدولية وإصدارها لعدة قرارات ضد إسرائيل أيضا محكمة العدلة الدولية الأمم المتحدة هناك عدة تقريبا عدة أوامر أصدار ضد إسرائيل وعدة أحكام لكن إسرائيل لا تمتثل هذه القرارات التي تخرج من هذه الدول للأسف الشديد هذه القرارات التي اتخذتها بعض هذه المحافلة الدولية مثل محكمة الجنايات وغيرها هي قرارات غير ملزمة وبالتالي يعني إذا كان القرار غير ملزم لدولة تتبنى الغضرصة بل أنها تتبنى يعني القرارات أو الوقوف ضد القرارات الملزمة فكيف بالقرارات غير الملزمة وبالتالي نحن نريد كما ذكرت عادة المنظومة الدولية بحيث تبقى يعني محكمة الجنايات يكون قرارها ملزم لأنها محكمة جنايات دولية تهم قضايا العالم وبالتالي هي فقط للإستئناس يعني نظام القانون الدولي في محكمة الجنايات هي للإستئناس لكن إذا وجدت دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا القانون وأن تضبقه ستضبقه وأمريكا للأسف الشديد مزاجها يعني دائما يقف معا الظالم ضد المظلوم دكتور بالحديث عن موقف أمريكا من المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والتي كان آخرها تقريبا ارتكب أربع مجازر خلال 24 ساعة عدم إصدار أي بيان إدانة من قبل أمريكا تجاه مجزرات المواصي والنصيرات والتي استخدم فيها كما نعلم الاحتلال قنابل أمريكية الصناعة لا شك أن الدعم الأمريكي بالسلاح وبالدبابات وبشتى أنواع السلاح أكسبت حكومة نتنياهو رسالة قوية مفادها أن الحكومة الأمريكية لن تتخلى عنها يعني لن تتخلى عن الدعم الإسرائيلي وإن ظهرت بعض القرارات وإن ظهرت بعض التصريحات من بعض المسؤولين الأمريكيين أنا أعتبرها إنما هي باب در الرماد على العيون كما يقال إحنا ما يهمنا هو الواقع الواقع أنه أي قرار يتخذ ضد إسرائيل أمريكا تقف أمامه الاستمرار في تدفق السلاح الأمريكي لإسرائيل أعطى إسرائيل كما يقال يعني دفعها إلى الأمام في أنها تستمر في غيها إضافة إلى أن نتنياهو اليوم أصبح يرى نفسه أنه هو وكيل حصري على إسرائيل استطاع أن يلف اليمين المتضرف من حوله لأيدوا قراراته الهمجية والبربرية إضافة أيضا إلى الانقسام الأمريكي اليوم الموجود والاستقضاب الحاد الناتج عن الانتخابات الأمريكية هذا أيضا أعطاه نفس في أنه يستمر وأن يصعد يعني ما نلحظه في الأيام الأخيرة من تصعيد هو في هذا الإطار وفي هذا السياق يستغل نتنياهو يعني كما يقال الوضع السياسي الموجود في أمريكا ليحاول أن يصنع نص موهوم في رأسه أو أن يصل إلى أسير أو أن يحقق لكنه في المقابل إنما هو يوغل في دماء الأبرياء والمصطبعفين من النساء والولدان وكبار السلح إذن ماذا عن توافر النية الإجرامية لدى الاحتلال وذلك بقصفه المتكرر للمناطق الآمنة وهذا ما يجعل القضية واضحة كما نعلم أمام المحاكم بأنها قصف مع توافر النية لا شك في ذلك الاحتلال أعلن أن منطقة المواصل منطقة آمنة آمنة ذهب الناس إليها وإذا بهم يفاجأون أنهم يكصفون في المكان الذي حددته حددته القوى الإسرائيلية هذا الدليل أنه هذا تمع مع سبق الإصرار والترصد على استهداف المدنيين وهذا في حد ذاتها يعتبر يريمة واضحة المعالم لا شك فيها حتى أن كمية الأسلحة المستخدمة وقوتها التفجيرية أيضا دكتور تدل على نية الإبادة الجماعية لهذه المنطقة لا شك في ذلك أن ما يقوم به الاحتلال اليوم ليس حرب ولو فيها نسبة 1% من الأخلاقية أو الحروب التي تقودها التول هي حرب بربرية حرب إبادة حرب يعني لمجرد التماء كما يقال تعطش لمجرد التماء قتل لمجرد القتل فقط وهذا للأسف الشديد يعني جعل الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في غيه نأمل ونتمنى أن يكون هناك موقف عربي نأمل ونتمنى أن يكون موقف إسلامي لأنه نخاف أن يأخذنا الله يعني بعذاب من عنده بسبب هذا الصمت المريب وهذا الخذلان المعيب من قبل الحكومات الإسلامية بل أنه للأسف الشديد نجد بعض الناس اليوم يعني من أبناء الأمة وأبناء دولة الإسلامية يعني يحمل المسؤولية هؤلاء الأبطال أقول للمثل هؤلاء إن لم تكن أسدا ضد الاحتلال الصهيوني فلا تكن كلبا نابحا ضد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني فلا تكن كلبا ضد المقاومة الفلسطينية صحيح إذن الاحتلال الصهيوني دكتور يبرر أن استهدافه لمنطقة المواصي والنصيرات أو بالأصاح المناطق الآمنة والتي أعلن مسبقا أنها آمنة أن استهدافه لها يأتي بأن لديهم معلومات استخباراتية بأن فيها من قيادات المقاومة مع العلم أن الاستهدافه للمدنيين لا يوجد ما يبرره وخاصة أن اتفاقيات الأمم المتحدة كما نعلم وبالتحديد اتفاقية جنيف 1 و 2 و 3 و 4 وأيضا البروتوكول لعام 1977 تقول جميعها أن العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بعيدا عن المدنيين حتى وإن تأكد لهم بوجود قيادات عسكرية في تلك المنطقة يذكرني ما ذكره الاحتلال بالكذبة التي قالوها في مستشفى الشفاء عندما هدموا المستشفى وضربوا المستشفى بذريعة أن هناك مقاومين فلسطينيين وأن هناك قادة من كتائب القسام ثم أثبتت التقارير وبعد ذلك كذب ذلك وهذا يأتي في هذا السياق ماذا يقولون أصلا؟ هم يبررون أصلا حربهم هي جائمة كلها على الكذب جائمة على تغضية الحقائق كيف يبررون هذا الإجرام إن لم يكذبوا وإن لم يلمعوا ويحاولوا أن يصفوا وجوهما القذرة المتلطقة بدماء الأطفال والأبرياء إذن أيضا دكتور كيف يمثل الاستهداف المتكرر المرات والأخرى لهذه المناطق الآمنة سياسة تهجير للسكان من قبل الاحتلال كل الأحداث تؤشر أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقول للشعب الفلسطيني في غزة اخرجوا من غزة هذه هي الخلاصة سحيح والصمود والثبات الذي يبديه يقولون للاحتلال الرسالة مفادها أنه لن نخرج وإن متنا جميعا على أرضنا هذه هي المعادلة الصفرية التي لا نقاش فيها ماذا عن القوانين دكتور التي تحضر على الاحتلال تهجير السكان بالقوة؟ القوانين نتنياهو قد رمى بها يعني كما يقال عرض الحائض من أول يوم مبكر للحرب وبالتالي لن تفيد هذه القوانين ولن تجد لها سبيلا أمام عن جهية نتنياهو وحكومته المتضرفة إذن دكتور ما المطلوب دوليا لردع الاحتلال من ممارسة المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟ المطلوب دوليا أولا محاولة كبح جماع هذا العدوان الإجرامي هذا النقطة الأولى النقطة الثانية محاولة إدخال المساعدات المساعدات اليوم الشعب الفلسطيني يموت جوعا الشعب الفلسطيني اليوم نرى الطفل يموت جوعا نرى المرأة يموت هنا جوعا في الشوارع فأقل ما يمكن إنسانيا أن ندخل لهم هذه المساعدات التي تبقي على حياتهم وتبقي على ما تبقى من حياة في قطاع غزة نعم إذن دكتور تحدث المرصد الورو متوسطي لحقوق الإنسان بأنه ينبغي على مجلس الأمن والجمعية العامة التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية الممنهجة والواسعة النطاق ضد مراكز الإيواء النازحين ومنع تهجير السكان هل يكفي فقط التنديد أم يجب أن تتخذ عدة خطوات لردع هذا الاحتلال لفظ ينبغي هل هو ملزم؟ ليس ملزم ليس ملزم وهل هذا الخطاب هو أول مرة وإلا قد سبقه خطابات كثيرة؟ صحيح يعني سبقت خطابات ومناشدات من الاتحاد هذا ومن غيرها من الدول لكن الاحتلال الصهيوني لا يرتدع ولا يرعوي ومع هذا نحن نطالب المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على هذه الحكومة البربرية كي ترتدع عن القيام بهذه الهجمات ونقول لهم في المقابل أبطال القسام وأبطال المقاومة سيظلون يؤدبون هذا الجيش البربري هم مستمرون في استهداف الجيش الإسرائيلي مستمرون في تمريغ هذا الاحتلال الإجرامي وإذلاله لأنه في الأول والأخير هم محتلون ولا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة أذن دكتور في ظل هذه القوانين وهذه القرارات برأيك لماذا لا يتم استصدار أوامر إيقاف بحق قادة إسرائيل؟ لن يكون هذا الشيء إلا إذا قتمت كثير من الدول ومنها الدول العربية والإسلامية الأصل في هذه الدول أن تقدم عريضة إلى المحافلة التولية بدراج هؤلاء بكبح جماع هؤلاء لكن ما قدمت أي دولة وبالتالي نرى هذا الخذلان للأسف الشديد واضح وظاهر أمام العيان نعم إذن دكتور محمد العزكي نقيب الأكاديميين اليمنيين شكرا جزيلا لك الشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة والتي ناقشنا فيها استمرار تصعيد مستوى إجرام الاحتلال لإخضاع الشعب الفلسطيني شكرا لكم وإلى اللقاء